نظم معهد الشارقة للتراث مؤتمرا صحفيا كشف فيه عن تفاصيل دورة السادسة عشرة من فعاليات أيام الشارقة التراثية التي تنطلق في الرابع من الشهر القادم تحت شعار بالتراثين اسمو بحضور سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس المعهد رئيس لجنة العليا المنظمة للأيام وعدد من ممثل وسائل الأعلام بدأ العد التنازلي للتظاهرة التراثية الثقافية الأبرز في الإمارة والمنتظر سنويا إنها أيام الشارقة التراثية التي ستزدان بها الشارقة ومناطقها ومدنها بأبهى حلة التظاهرة تبدأ في الرابع من أبريل القادم تحت شعار بالتراثين اسمو والتي تم الكشف عن جديدها وتفاصيلها خلال هذا المؤتمر الصحفي هذا العام في أيام شعار التراثية سوف نركز على التراث المحلي بشكل أكبر نحن يمكن من بداية عام 2014 عندما كانت الشارقة عاصمة للثقافة الإسلامية كان هناك تنويع بالدول الإسلامية والأجنبية المشاركة ولكن هذا العام سوف نعود إلى التركيز على التراث المحلي بالرغم من وجود أيضا بعض الدول العربية والأجنبية المشاركة المعايير هي اختيار الدولة التي فيها تنويع أكثر التي فيها إغراء للحواس الخمس بالنسبة لاستعراض تراثهم تم اختيار جمهورية الشيك هذا العام بسبب في الحقيقة الغناء الكبير للتراث الشيكي فعاليات بقيمة حضارية وتقافية تقدمها الشارقة إلى العالم وضمن برامج الأيام يشارك ستمائة من الخبراء والحرفيين والباحثين من أكثر من ثلاثين دولة وثمانية وثلاثين فرقة محلية ودولية إلى جانب استحداث برنامج مجاور حول الحكايات الخرافية والأنشطة الأخرى وكذلك البيئات الإماراتية المختلفة لما تمتلكه من مخزون غنية من التحديثات بإذن الله بخصوص إن شاء الله المباني سوف تكون مبتكرة هناك معارض إن شاء الله سوف تكون حديثة بشكل مبتكر بإذن الله معارض التقنية والمعلومات معارض الأستاذ عبد العزيز المبرزي هناك العديد أيضا من المشاركات الحديثة التي هي دولة اليابان عندها تاجكستان وهاي بالنسبة للأجنحة أيضا سوف يكون تركيز على سفينة اللبغلة التي تحاكي تراث الشارقة في الحقيقة وتراث المعيشة سابقا بالنسبة للقواسم هذا وستقدم أيام الشارقة التراثية مجموعة من الإصدارات إلى جانب عروض فلكلورية في أجواء يعيش خلالها جمهور وعشاق التراث تفاصيل الماضي الأصيل في رسالة تقدمها الإمارة الباسمة مضمونها صون التراث وجمع ثقافة العالم على الموعد السنوي المعتاد والمنتظر ها هي أيام الشارقة التراثية ترسم ملامح دورتها القادمة والتي تنطلق في الرابع من الشهر المقبل تحت الشعارة بالتراثين اسمه لأخبار دار ريم عيسى إمارة الشارقة